اشتركوا في القناة تبعثوا يتقول لي وهادي في الميساج وهادي وهادي خاطين لكل الصفحات هادي الصفحة الوحيدة تاي المهم الموضوع اللي يجي نتكلم فيه هو حول قضية عدلان ملاح فك الله أسره ورب يطلق سراحة وسراح جميع المقبلين أخوتنا الموضوع اللي يجي نتكلم بكم فيه اليوم بعدما تصلوا بنا مصادر نرى المصادر تواعنا من سجن الحراش من إدارة سجن الحراش قال لك أمير خوناء غدا ينصلوا لك المعلومة وبعثوا لي المعلومة حول الحالة الصحية الكارثية لعدلان ملاح ربي شافيه وربي يطلق سراحه في نفس الوقت يعاني من تقريب شالل نصفي على الجنب الأيسر وراه فيه مضرب عن الطعام اليوم ربما 14 يوم أو 13 أو 14 يوم مضرب عن الطعام راه فيه حرب الأمعاء وهو في المرحلة راه فيه مرحلة نفس المرحلة اللي مر بها محمد تاملت ربي يرحمه راه فيه نفس المرحلة ونظام راه يمتسطر خايف أو مرعوب باش ينقل الحقيقة للشعب وما حبوش حتى يرفضوا له الملف تاعة من باب الواد يحولوا المحكمة الاستئنافية بعد ما استأنف الحكم هو ده الرابي كما قولوا كسر الشرع أم خايفين حتى الملف تاعة ما طلعوش خايفين لا يتفضحوا ورغم تفضحوا احنا لحقتنا أمور موثاقة وأمور حصرية رسلنا بها بعض المنظمات الدولية في الخارج وحتى هي الأمم المتحدة ومقرر خاص أمم المتحدة بالتوثيق بكري كنتوا تكذبوا وتقولوا مكاش منها وضروك رانا رسلوهم بلي برف ضروك رانا رسلوهم بلي برف وانتوا ما تحبوك شايف وتحبو تبهدايل يوجوه تبهدايل عدلان ملاح عدلان ملاح يا هل ترى الذنب شكو يتحمل المسؤولية تاعة يتحمل المسؤولية تاعة الرئيس المعوق أو اللي يكتب الرسالة باسم الرئيس المعوق اللي قال لازم نحارب الفساد هو أحد اللي ملاح بغي يحارب الفساد تابع اللي ما قال الرئيس المعوق تاعكم أو اللي يكتب الرسالة باسمه هو اللي يتحمل المسؤولية إذا صرى اعتمالت حاجة إذا صرى الأخونا عدلان ملاح حاجة سامة ربي يرحمه ومن تمنوش ما صيرت أخونا عدلان ملاح يكون مثل ما صيرت اعتمالت ورغم كل هذا لم تتعذ أو يتعذ هذا النظام إي سجاغي في الزوولة فقط النقطة ثانية عدلان ملاح تم سجنه بسبب ما قالوا هما التجمهر الغير المسلح يعني الاحتجاج اللي دارهم يبغوا يكبروها ويخوفوا الناس ويخلعوا العباد ما كانش وحده في التجمهر ياخي حتى أخويا هواري بو خرس كان معهم في الوقفة هذه حتى أخويا هواري بو خرس تنقل من تاخ مارت وطلع احتل العاصمة وقفوا معهم في الوقفة الاحتجاجية وكانوا فيها حتى عبدو صمار وكانوا فيها عدة عدة أسماء علش اختاريتوا هواري بو خرس اختاريتوا عدلان ملاح علش اديتوا عدلان ملاح لأن عدلان ملاح ربما تكلم على مواضيع تزعجكم وتزعج الفاسدين وتزعج العصابة على هدي اديتوا انتقاما لإطلاق سراحه للمرأولا عدتوا شديلها الحمان من ضرب الأولى اللي دخلتوا عليها يعني اطلقناكم الحبس وبلع فمك هذه هي السياسة تعكم ندخلوك الحبس نخوفوك ومبعد نطلقوك كي نطلقوك لازم تبلع فمك ما تزيش تبان سينوه تعاود تحل فمك نعاودوه نردموك في الحبس أنا بالنسبة لي كين بزاف اللي يقولوك الشعب طحان وشعب طحان لا الشعب هوش طحان نحن ما نصنعوه طحان نحن اللي نصنعوه طحان نحن الشعب اللي نصنعوه نقريوه طحان علاش لأن دلال مناح هو واحد مش عب ومش يطحان هو واحد مش عب ومش يطحان تكلم ودار ولكن نحن عرض نحن غادي بكي يخرج وشوف الناس موقفت معاه ماسانداتو ما نسير المسكين غاديش بدل لحيط يعني شكون يصنعوه طحان نحن اللي نصنعوه فهمتو بالنسبة لي أنا مش شعب طحان وإنما نحن اللي ردوه طحان وأنف التظاهرات عند الصفارة يحبو نجمعوا عند الصفارة نجمعوا عند الصفارة السبت اليوم الجمعة نجمعوا عند الصفارة واما 11 بالذكر المونيسة بالذكرتال إنقلاب نجمعوا عند الصفارة خاوتنا لي في البلاد يديروا حراكة الداخل على الأقل باش ما يغلطوش الرأي الدولي خلاتش هذا النظام تعالي إصابات رايحووس يغلط الرأي الدولي ياخين توم روحتوا بنيتوا فيلم فيلم فيه فنانين ورياضيين وكذا وجبتوا الهواري وعوتوا طلقتوه جبتوا محبيد الناس دخلتوا محبس عطلتوا غيباش تصوروا للبلاد اللي راه موقين فيها أمير ولا الصحافة الأجنبية بلي أمير راه يبتزوا وكذا ولا بتبهديروا بلي هذ سيد سلموا هنا وهذا حكموا عليه وانتم عاونوا نعطوهن نحنا غادي نعاونوكم بالمونداداري ونعاونوكم بالحكم القضائي وانتم يا سيدي حكمتوا عليا بالثلاثنين زيدوا حكموا بقرن واحد داخل ما ليه هذي زيد حكم يا سعيد ولد الحمام حكم عليا بقرن واحد داخل انتا والجراء واللي معاك هذا ولد القومي ويحيا الناجس وهذلي كي بزيدوا قرن من عندي نعاونكم انا بقرن واروحوا لي كيبيروني منها هاروحوا هاي الراجل فيكم اشي زيدوا حكموا بقرن يا اخي حكمتوا وحكمتوا حكمتوا بالمونداداري انترنسيونال مش عايف درتوا أمر بالقبض الدولي ودرتوا كذا وكذا وكذا هيا خلاص كملة المهمات تعكم صيح حكمتوا اطلقوا ولاد الناس يروحوا لديارهم اطلقوا انا 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 قابل اخوان انا قابل انا قبل ما ندخل معاكم في هالسيارة اطلقوا ولاد الناس يروحوا لديارهم اطلقوا وما قاعدين ديروا فليورو مونتكون تعود القومي اللي قاعد يتحكم في الجدارمية ويتحكم في كذا ويساعد يدمر فيه ويدمر فيه والناس والزواء والامساكين راه يقاعدهم ساكين تموت في الاحباس اوليكم اخونا عدل الملح انتم مننا خوتيبات بارتاج والفيديو للناس باتشاهد اولينا اخونا عدل الملح لازم نوقفوا معاه في هاد الوقت يحتاجنا عدل الملح في هاد الوقت احنا راسلنا احنا نديروا بالدور تانا ورانا راسلنا المقرر القصة امم التحيدة راسلنا موضمت امنيستي راسلنا صحفة اجنبية في الخارج فاتحرك بدينا معاهم البارح لليوم الغدوة يا رايح ان شاء الله انا بعد ما اسمعت بالحالة الصحية وجاتني امور موثقة لنتأكد منها واشرى صاري له وكذا عدل من الاخونا ليس فقط الواحد العائلة يعيد دارنا ولا كذا اي إنسان اراح ولا ما اراحش ولا اي إنسان مظلوم ونعرفوا مظلوم واجب اتعنا نوقفوا معاه بالسي فعلنا نوقفوا معاه مش انقصد نس English in class here we are not at least we have enough experience in theogle كيف نسيب وننسب وننسبوه ب بعضنا البعض فيما ان السيد راح مسكنه يettنى فينا نديره هدى نديرو دافع مسي سيد الي قدر عليه دار الشي اللي قدر عليه والآن راح في حرب الامعاء الفارغة سيد رعايش في كاسمة يا ناس هذا النظام اللي قتل 250 ألف واختف 25 ألف بمخابراته والأجهزة اللي عنده قادر يدير ما كثر والله مع لبله بواحد نتمنوا نتمنوا خاوتنا يقفوا مع أخونا عدل الملاح في هذا المرحلة في هذا المرحلة بالذات لأنه في حاجة لأنه ما راهش مسكين قال راهي محبوس السلامة السيد راه بين الموت والحياة يا ناس ما يرحمنا لا هو ولا الأجيال القادمة فهمتوا خاوتي عدل الملاح راحة ضحية تصفية حسابات ما بين الأجنيحة هذه بي نقولها الخاوتي وإن شاء الله نشوفوا خاوتنا يتحركوا في كل وينما كانوا الداخل ولا في الخارج حتى لي في الخارج عندهم دور قوموا به لإنقاذ روح الراجل الراجل عنده مرته عنده ولده عنده عائلته هذه يا خاوتي ربي فرجع الجميع وربي يطلق السلاح إن شاء الله المرحلة هذه اللي راه يمر بها عدل الملاح هي نفس المرحلة اللي مر بها محمد تمالت قبل أن يتم اغتياله داخل السجن من طرف نظام العصابات التي رغم أن محمد تمالت كان يحملوا حتى الجنسية البريطانية ودخل الجزائر بالفيزا وجنسية بريطانية وما رحموش لأن هذا النظام كي تكون الداخل في الكاريديزوية تاعة الداخل يختلق لك أي سبا وأي قالب ويكتل أي اللي يحبه وعادي ويصنعوا فيه ويمدوا للخارج وسالم عليكم كتبوا رسالة بإسم المحنط التاحم الممياء ولد الحمام بللي راي يقول ولد الحمام يقول لكم عبد العزيز بود في لقاه وما يكتبوا رسالة راي يقول لكم بللي راي يقول بللي لازم نحارب الفساد فخرج هذا الشاب هو عدل الملاح خرج يحارب الفساد فوجد نفسه مرميا في السجن لماذا كتبت هذه الرسالة كتبت هذه الرسالة لتبييض صورة النظام الناجسة النتينة المسخة على الحساب اللي هم حاكمين للبلاد باش يبيضوا الصورة تاحهم في الخارج بللي راي يحاربوا في الفساد وأنا راي ينكشف فيكم مواصل في كشفكم وغادني نكشفكم عبر أقمر صناعية غادين ولي يكشف فيكم هذا الوقت اللي راي ينتغيب عليكم عارفوا بلي العودة تعيهية اللي غادي يتدمركم نهائيا أنا ماش متغيب عليكم راي نجابد ولا ضرب الناح ولا لا أنا نخدم في أمر وحدة أخرى وفي تسجيلات وحدة أخرى وانهالي ندخل عليكم الخطرة غادي ندخل عليكم بالموفيد ونفضحكم عالميا ما عندك مجل تبيض لقناة وضل حركي هذا أنيسر رحماني ولقناة وحدة أخرى من القناة تاع الصبات تاعكم ليضربوا شراء بشراء بل يلعبوها ينتاقدوا هم يبيضوا في صورة عن نظام من جهة أخرى للخارج لأولو غادي نكشفكم بالموفيد إذا خطر غادي نجيبكم الموفيد وروحوا كذبوا وروحوا شتكوا وروحوا الانتربول وروحوا ديروا ماش عارف أنا يا ديروا ديروا أمر بالقبض الدولي وفي القارات وفي المجرات وشتكوا برك هاي انتم ماذا وكان بروبلم تاعكم مع آمير وحفريهم مع آمير على تقبض في الناس وديروا لي شارعوا لي وحدكم وخرجوا لي تهمى وحدكم ثم بلما تجيبوا الناس بلما تقعد تجيبوا في الزواء ولا تدخلوا فيهم الأحباس شارعوا واحد كماني قابل بعشرة قرون انا يقابل بها طلقوا ولاد الناس روحوا ديرها بلما تكونوا شبكة وخرطة وتقعد تديروا في الفيلمات فاقولكم قاع سيتحلبونكم يتحلبونكم مما يضحكوا عليكم الاجناس في الخارج الصحافة في الخارج يتضحك عليكم القاضاء في الخارج يتحلبون ترسلوا لها علينا في بروكيرر دو تعباري ومش عايفو يتحلبون يتحكوا عليكم والله ولسا مع بواحد دانا قاع هني بيكون علبانكم قاسا من بالله العلي العظيم ماني طالقكم يالو كنتديرو تكتبو للترامب اون بيرسون ترامب توصلوا لها برايا ماني طالقكم غيكون لكم هانين قاسا من بالله نسكن لكم في المكتوب تعشين نسكن لكم اربيب لكم بيا وخلاص اربيب لكم بيا الموت اللي سلككم مني الموت وحدها هي اللي غايت سلككم مني لو ماني طالقكم وراكيان مراحل دي زيطاب ولادكم ما عارفوهم وراهم يصهروا وراهم يسكروا وراهم يسكنوا وراهم يرندفو وراهم يحطوا وشكايرة عدراهم على بينا بكل اش تصلوني المرحلة ماني بغينا وصلوها كما قال لكم المصري وفهمكم كيفاية كما الزوال ماشي بعيد عليكم في البلاد حتى ولادكم ماشي بعيد علينا في الخارج هذي باش يكون على باكم بيها وزيدوا دوها دي وش تكون بيها عطيت هاكم في طابق مذا زيدوا دوها وش هاي زيدوا زيدوا وان شاء الله اتطحنت على الجيج والطحنت على البروكيرار والطحنت على النيب العام والطححنا عمل قنط للقنط زيدوا ديروا جلسة وزيدوا ديروا كذا وزيدوا كذا حرجوا تكبثكم الله الله يمسوا تاعي عص ورواحك عص وبرك قل لك عص وانا العص وبالك تنعص هذي هذي نقول هك متحكين زعمك حاسبطرة بتخوفني بهذه تلت سنين تاحب شو امر بلقى بدوالي تا 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 كاعدت تتأ تبحوت بعرو ثم في المحاكم ترزيق وتحكم زعمك تخلعون ها ولا كيف زعمك كيف مما حروا هنا عراشيد مسلي الصديقة عراشيد مسلي رئيس منظمة الكرامال هو الصديق نفتخر به محاكمين عليه بالاعدام كذلك ص regrets الفücke الفperformance بالół افتركوا قالوا المصني اراكوا عن اكمال البوليتيك اراكوا معكم اراك بعمpole كنت نناسبة ثم است minutه حوالا سياسة نفسها سياسة ما تفهموش توما دي فوايو يذيقلكم واحد ليتعامل معاكم بنفس الأسلوب بتاعكم بنفس الأسلوب بتاعكم والشرق مولقا ولا مشي في الشرق في تيليفيزيون وحد أخر ولا بغا في ربعمية تيليفيزيون لاهيلكم طيب شانتا إنسان لاهيكم والله غي لاهيلكم هاي أولاكم شادين هاد الزوالة زي ما باهت تخوفوا الناس وتخوفوا باب وعد ما يتكلم والله غي الجزيرة تجيب لكم الآلاف واللي يقول شعب طحان هاولا عدل الملاح من الشعب ومشي طحان هاولا كين عدة ناس كيما هو ومشي طحنة وكين حتى المصادر تعنا رجال الخافاء اللي رهم في السجون وفي الوزارات وفي التاكنات العسكرية وفي مفرزة الدرك الوطني ومخافرة على الدرك الوطني وفي اليكوميسارية وورهم بارتو يبعثونا في المعلومات عليكم في الوثائق وفي الفضائح بتاعكم وتعولاتكم وحتى في إقامة الدولة بتاعكم تاع كليب ديبا اللي راكم ديرنا على رواحكم 400 جدارمي وقد تشوفوها على المباشرة وقعوش كين واش مكاش قريبا بحمية كليب ديبا ذاكم تشوفو في فيديويات حصرية وكذا بل لي ما تنجموش تحمو رواحكم من الآيا دي الزطشياء هذا كنوروكم الله كيفاش يجي دا هادو ثاني مصادر رجال الخافاء ومهمش طححنة رغم ذلك متخبيين وميبانوش ولكن كذلك كيراهم يغامر ويبعثون لهم ريسكين ولكن مش يطححنة شافوا ومارضوش بالذل ومارضوش بالحقرة وعارفين بل لي يكون يبانو ريسلهم يطيروا ولكن وصلوا المعلومة ووصلوا الوثائق ووصلوا وما زالوا يوصلوا وما زال الرجال يزيدوا يخرجوا ويزيدوا يخرجوا ويزيدوا يخرجوا واحنا نحفزوا هادو الناس اللي راهم في الإطارات ولا راهم موظفين اللي يشوف فضائح يبعث بعد قليل ولا بسياسة ولا غلوة إن شاء الله نحط لكم الرقم تعالواتساب روح عسل واتساب حط لكم الرقم تعالواتساب سبيسيال اللي عنده أي وثائق أي حاجة وخايف من الفيسبوك يبعث في الواتساب ويسي بريمي ويقوم ويقوم هاي أروح انت عسل واتساب وقال سامن بالله تبلع لي من نخرج لك من ايه تبلع باشا نخرج لك في التليفيزيون روح وزيدوا عند التراكة وزيدوا وحرحوا عند كما روحتوا عند التراكة روح وزيدوا وقولوا عند التراكة وكذا وكذا نطلع عليكم من التليفيزيون وحد أخر باللانجليز من المريكان ما مش عارف مين المهم ما يعنيش طالحكم نصارع حتى الله فعل خوتنا عدلاً ملاح يناشدكم يناشدكم والسيد راه في إضراب عن الطعام مفتوح راه عايش بكسمة لمدة 14 يوم نحن رانا يومين ولاثيين ما نقدرش نصبرو السيد راه في 14 يوم صبر في 14 يوم يقول بالاك خوتي بالاك يديرو هدى بالاك يتحيي تحييي هداما يرتاحهم راه مصاب بيشالر نصفي وراني اعطت راني أذكرت المعلومة البارح راه تقريبا شالر نصفي والسيد راه في حالة كارثية يرثى لها راه كيمارة راحوا اليوم المحامين تاعوا للتأكد من المعلومات التي نشرها أمير ديزاد بالأمس وبلغني من المصادر كذلك بالسجن قبل اللي راح مجاوا المحامين تاعوا باش يشوفوا وش كاين فوجدوا كل ما ذكرته بالحفل واحد وارع على عيني وارع نتبع الداخل ونتبع برا ان شاء الله ربي يفرج علينا وعليه وربي يفك أسره ويرجع المرته ويرجع الوليداته ويرجع الأهله هو داني عنده أهله وعنده وليد يشوفه وعنده ناس ربي يجيب الخير السلام عليكم